اشتركوا في القناة لا يا حبيبي ان شاء الله شفغادة تكون عم تحضرنا سمير عم يوقع بيني وبينك انا كنت عم تحضرنا انا كنت عم تحضرنا انا كنت عم تحضرنا طبقك حلو يا شفغادة قل كيفت غادة التالت اكتنا الكمية الموسي بها يوميا عنه اهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة مطبخ رؤية لليوم مستمرون معكم زميلتنا الرائعة اخصائي التغذية رند الديسي صارت موجودة معنا وراح تحكي لنا عن الينسون اليوم الله يصبحك بالخير حبيبتي نورتنا دائما حبيبتي انت لنورك ساطع شكراً شكراً حبيبتي طيح احنا نحن نحكي عن الينسون اليوم صحيح رح نبالش عن الينسون وفوائده للجهاز الهضمي مضبوط مضبوط دائماً انا بحب أحكي عن الأعشاب والعطريات اللي احنا نستهلكها لانه لها فوائد غذائية بس ونفس الوقت لها اضرار غذائية فخلينا نعرف شو اكثر او شو الفئة الاكثر استفادة من استهلاكها ومن نفس الوقت شو الأخشخاص اللي ممنوع يستهلكوا هاي العطريات او الاعشاب اللي احنا نستهلكها تمام طيح نحن نحكي عن فوائده للجهاز الهضمي ماذا تحبني أحكي؟ يعني ينحف 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 لو تعرفي انا زلمي هلثي ما أبقدر بس تعرف انك ضعفان من وقت مبلشت معنا يعني الحمدلله ربنا إن شاء الله عقبالية إن شاء الله ضعفان شوف هلأ شنو بشد حالي طول الفقرة هلأ شنو يكبال طيب هلأ رح نبلش اول اشي بالفوائد الغذائية من اهم الفوائد الغذائية الموجودة الموجودة بالمركبات الغذائية بالينسون انه هو عن جد بساعد على استرخاء عضلات الامعاء فالاكثر استفادة من استهلاك وهم الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالقولون العصبي او الاشخاص اللي عندهم عن جد كتير رح تستفيد من الينسون من نفس الوقت الاشخاص اللي عندهم مشاكل بالدايفرتكولايتس واللي هو نوع من انواع المشاكل موجودة بالامعاء إنه الشخص بيكون عنده زي جيوب موجودة بالامعاء بتخزن أغذية لفترة كتير طويلة هذا الاشي بيؤدي إلى تعفن بالامعاء ويصير فيه عندي مشاكل هضمية عديدة فمن اهم الاشخاص انهم يستهلكوا اللي ينسون على شكل يومي هن الاشخاص اولاً اللي عندهم مشاكل بالهضم لأنه بيساعد على تليين المعدة بشكل كبير تانياً الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقولون العصبي وتاليهاً الأشخاص اللي عندهم الدايفرتكولايتس بالإضافة إنه هو بيساعد كتير الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالنفخة والغازعات الدائمة فالينسون كتير بيخفف من النفخة من الغازعات من الأوجاع بيساعد على استرخاء العضلات أمعاء انه يكون متخزن فيها الأكل لفترات طويلة كيف تحس أعراضها؟ هلأ هاي عادة مشاكلها عديدة وفيق لها أعراض ولكن الأعراض بتكون متفاوتة ما بين شخص للتاني لأنه كل شخص أمعاءه بتعمل يعني سيجنل بطريقة مختلفة على سبيل المثال إذا بنحكي عن القولون العصبي مثلاً ممكن أغذية أنا بتهيج القولون عندي ما بتهيج القولون عند شفروان أو عندك يسمير فمن كل شخص والتاني بفرق ولكن عادة الدايفيرتكيلايتس بيكون عندهم أوجاع شديدة بيكون عندهم إسهال شبه دائم بيكون عندهم عدم قدرة على تحمل الأطعم نهائياً فهو الأغذية اللي هن بيتناولوها يا بيكون عندهم إسهال دائم يا بيكون في مرات حالات من الاستفراغ بيكون في عندهم ضعف شديد بيكون نحيل جداً بالوزن لأن الجسم ما عم بيقدر يهضم الأغذية بالطريقة الصحيحة بيكون في عندهم أوجاع دائمة بالأمعاء وحتى لما يمتنعوا عن أغذية ممكن أنها تزعجهم ما بيشوفوا أي تحسن هون بهاي الحالات إحنا بنلجأ أنه نحنا نعمل تنظير لما نعمل التنظير بنلاحظ أنه في عندنا جيوب في الأمعاء هاي الجيوب بتعمل على تخزين الأغذية اللي إحنا بنستهلكها وطبعاً فيه نظام غذائي مخصص لدول الأشخاص أنا حكيت عنه مرة بفقر الدنيا يا دنيا وهذا النظام الغذائي لازم أنه نحنا نتبعه ونلتزم فيه مية بالمية بحالات أنه نحنا عندنا دايفيرتكيلايتس بناخد العديد من الألياف بنقدر ناخد الخضار الفاكهة بكثرة البروتين ما له تأثير كبير بنقدر ناخد النشويات ولكن بهاي الحالات بنبتعد عن قشور النشويات فإحنا ما بناخد إشي فيه العديد من الحبوب البذور بنبتعد عنها تماماً المفسرات هذا لمرضى الجيوب والكلون العصبي مع بعض لا الجيوب مختلف تماماً عن القلون القلون بساعده الينسون لكن القلون هو بيكون الأشياء اللي بتحفز انتفاخ القلون أو أوجاع القلون مختلفة تماماً من شخص للتعني يعني مش بالضرورة يكون فيه تشابه ما بين الأشخاص بيقول لك أن مثلاً والله الفريكة بتنفخ أو البرغة بنفخ بس فيه أشخاص بينتفخوا من استهلاك هذه الأغذية وفيه أشخاص ما بأثير فيهم نهائياً وبده هو شوف يعني شو الشغلات اللي يزضايق لما يأتي صح معك أنا مبدئياً يعني صرت أعرف أنه إيش الأشياء اللي بيضايقني فبابعد عنه صحيح بأمانة دكتور عطسي حسناً طرحت أربط حسناً حسناً فوائدو لا إنقاس الوزن هلأ هاي الفقرة اللي يعني أهم جزء من الفقرة اللي كل الأشخاص رح تحبها وخاصة مخرجنا عبد الله لأنه هو حرام يعاني من زيادة مفرطة في زيادة في الوزن هلأ كدو سامعني لأنه بسميني أندرتيكر حسناً فعادةً هو يساعد كثير على نزول الوزن بالأخص من منطقة البطن ينسون أولاً يساعد على استرخاء العضلات يساعد على تحسين عملية الهضم يزيد من حرق الدهون في الجسم ويرفع مستوى الأيض الموجود عند الأشخاص فإلى فوائد عديدة لخسارة الوزن فممكن أنه إذا أخذنا كوب إلى كوبين يومياً ودائماً ينسون الحب كوب إلى كوبين يومياً كوب أو كوب؟ كوب 240 مل كوب عادي كوبين ينسون 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 الحب ينسون الحب بالضبط البذور هذه الفائدة غذائية أعلى من كياس الشاي التي نستخدمها لأن اليانسون يجب فيها زيود طيارة نفقدها إذا نجففها أو تخزن فقط طويلة يجب أن نقوم بشبه طازج نشتري كميات قليلة نغليهم ثلاث دقائق ونشرب كاسا بي اليوم يعني عندما تغلي الماء سأضع ينسون ونطفي عليها ونطفي عليها بالضبط سأضعها بصحن كهوة ايه بالضبط ونضعها بصحن كهوة وعشان تظلها الأمور ينقع ثلاث دقائق ونشرب كوب إلى كوبين اليوم لنستفيد صحيح تمام مستساق طعمه؟ طبعا كثير زاكي ينسون عفتك كثير بكرة بدأ جهيك لا 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 هناك شيء مهم أنا دائماً أتحدث عنها وهو الماء الغريب الذي ينعمل من اليوم الذي ينعطى للأطفال الماء الغريب هو نوع من أنواع الملينات المعدة التي تنعطى للطفل أولاً لتخفف الإمساك ثانياً لتخفف الكوليك أو تخفف المخص عند الأطفال عند الأطفال الرضع بالأخص هذا النوع من أنواع الماء الغريب كان ينبع عنا بالأردن بالصيدليات ووزارة الصحة والغذاء والدواء منعوا وجوده بالصيدليات لأن الناس كانت تزيد من استهلاكهم مفضل من الأمهات سوف ترجعكم لا نعطي الأطفال ينسون لا نعطي الأطفال خلطات وأعشاب لأن هذه الأشياء مضرة إذا كان هناك مشاكل هناك أدوية تكون مقبولة من قبل طبيب الأطفال تنعطى أطرة إلى أطرتين كحد أقصى في اليوم ممكن أن نصل إلى ستة أو سبعة ولكن تكون مخصصة لإحتياجات الطفل شتنا شكرا لك شكرا للمعنواتك شكرا شكرا